فاكتصبر دايا خلاص اطلع أنا جاهز بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام وعلى سيدنا وحبيبنا وصفانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومنتاد بهداه علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا أنك أنت التواب الرحيم وغفر لنا ذنوبنا أجمعين أنك على كل شيء قدير بالإجابة جدير كما هي العادة وفي أزمة كورونا دائما نسأل الله سبحانه وتعالى أن نبعد عنا هذا الوباء والبلاء وهذا المرض وأن يبدلنا وأن يبعده عنا إن شاء الله وعن المسلمين والناس أجمعين في خاطرة اليوم أو أتحدث عن استفسار جاءني حول قضية الجمع للمقيم الجمع للمقيم نعم ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير سفر ولا مرض ولا حاجة من غير سفر ولا مرض ولا حاجة ولما سئل رضي الله تعالى عنه عن ذلك قال كي لا يحرج أمته يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كي لا يحرج أمته هذا الحديث كما ذكرنا حديث صحيح ورد فيه صحيح البخاري ولكن لابد من شرح المسألة وتوضيحها أولا هو حكاية ورواية وحكاية حال من حبر الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والإشاء هذا الرقم واحد الأمر الثاني يفهم من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في حالات قليلة نادرة وذكر العلة منه كي لا يحرج أمته بمعنى أنه لو نزل بالإنسان حرج طيق في الوقت انشغال في عمل خصوصا الأخوات في بلاد غير المسلمين ممكن أن نطبق هذا الحديث وهو حديث صحيح مرة أخرى ولكن الأصل في الصلوات الخمس أن تصلى في وقتها وربنا سبحانه وتعالى في سورة النساء لما ذكر كيفية صلاة الخوف صلاة الحرب والجهاد في سورة النساء ممكن الآيات تبدأ من الآية 101 وتنتهي بمئة وثلاثة وهي آيات طويلة يعني هذه الآيات الثلاثة وضعتها في صفحة تكون صفحة كاملة ومن ضمن ما جاء في هذه الآيات وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معكم فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتاعتكم فيملون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذن من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وأخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينة الآية 102 هذه الآية بطولها هي آية واحدة بطولها تتحدث عن كيفية عن وضع الجهاد وعن الحذر وعن الخوف وعن مواجهة العدو وعن القتال ولم تسقط الصلاة وأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والصحابة والمسلمين بعده أن يصلوا ففي مثل هذه الحالة الجمع بين الصلاة وقصر الصلاة وكيفية أداء الصلاة ليس فيها سجود ولا جلوس للتشهد إلى آخره هذه رغم هذه الظروف الصعبة ورغم أن كيفية الصلاة تختلف عن عن المقيم ولكن لابد أن يصلوا فإذا انتقلنا إلى الآية التي تليها بعد الخوف بعد صلاة الخوف هذه قال سبحانه فإذا قضيتم الصلاة فاسكروا الله قيما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمئننتم فأقيموا الصلاة إذا حالة الإطمئنان وحالة القيام أو القيام ليس القيام يعني الإقامة يعني ضدها السفر والإطمئنان ضده الخوف والصحة ضده المرض ففي حالة الإطمئنان يعني في حالة الأمور الطبيعية العادية قال تعالى فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني لها وقت كل صلاة لها وقت معين فليس بالأمر على يعني أن يطلق أو على أطلاقه هكذا نقول للناس يعني اجمعوا بين الظهر والعصر واجمعوا بين المغرب والإشاء كما هو موجود في بعض الطوائف أو المذاهب الأخرى لا الظهر له وقته والعصر له وقته أنا لم أذكر الفجر لأنه لا يجمع مع غيره والمغرب لها وقتها والإشاء لها وقتها فكل صلاة لها وقتها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كتابا مفروضا بتوقيت محدد والذي وضح هذا ما رواه أبو داود في سننه والترمذي في سننه وصحاحه الألباني حديث جبريل عليه السلام لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث نوعا ما طويل أذكره بالمعنى وباختصار أن جبريل عليه السلام جاء وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم إماما والنبي عليه السلام كان مأموما في اليوم الأول لن صلى به مرتين يومين في اليوم الأول صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الفجر في أول وقته بغلس وفي اليوم الثاني صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم إماما بإسفار يعني في آخر وقته وصلى معه الظهرة في أول وقته ثم صلى معه في اليوم الثاني في آخر وقته عندما يصير ظل شيء مثله ظل شيء مثله على الأرض مع يعني عدى في الزوال ثم وقت العصر صلى معه في أول وقته ثم في اليوم الثاني صلى معه في آخر وقته قبل غروب الشمس والمغرب في اليومين صلى بعد غروب الشمس مباشرة لم يصلي معه في آخر وقته وهنا لا أريد أن أدخل في قضية صلاة المغرب لأنه في اليومين جبريل عليه السلام صلى في أول وقت بعض الأقوال عند بعض المذاب كالشافعية قول عندهم أن وقت المغرب ضيق لا يساع إلا أن يتوضأ الإنسان ويؤذن ويقيم ويصلي ويصلي السنة ويعتبر بعد انقضاء الصلاة المغرب إلى العشاء مثل الوقت بين الفجر إلى الظهر وقت مهمة اللي يسمونه على كل حال ولكن الجمهور يقولون أن وقت المغرب ينتهي مع بداية العشاء وهذا ما عليه الجمهور والأغلب ومرة أخرى ليس هذا موضوعي فما صلى معه العشاء في أول وقته وفي آخر وقته فهذا يدل دلالة في هذا الحديث الصعي يدل دلالة قاطعة أن كل صلاة لها وقتها لها الظهر له أول وله آخر والعصر له أول وله آخر لا تجمعوا الصلاة بالمطلق هكذا إلا للضرورة كما سنوضح ونعطي بعض الأمثلة الدليل الثالث يعني الدليل الأول أن الصلاة كانت على قتابة منقوطة الدليل الثاني حديث جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الثالث حديث متفق عليه رواه ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله ابن مسعود وهناك رواية أخرى وأحاديث أخرى عن غير ابن مسعود كذلك هذا الحديث في الصحيحين ابن مسعود قال للنبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيلنا ونحن الآن نركز على الجواب الأول أفضل الأعمال وأحب الأعمال إلى الله وهذا اللفظ أحب الأعمال قد تكون بعض روايات أفضل الأعمال ولكن هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم جوابا على سؤال ابن مسعود أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها يعني على أول وقتها كما قال معظم العلماء وبعض العلماء قالوا على وقتها يعني ضمن وقتها يعني مثل حديث جبريل لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أول وقت الظهر وآخره ما دم أنت تصلي ضمن هذا الوقت من أوله إلى آخره ضمنه لا تؤخره تعمدا من غير ضرورة فأنت مستجيب أو منفذ أو متابع لهذا الهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولكن كنا معظم العلماء على أنه على وقته يعني على أول وقتها هذه الأدلة توضح بما لا يدع مجال للشك أن كل صلاة لها وقتها طيب كيف نفهم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ابن عباس ذكر أو أجاب لما سئل لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع والحديث واضح من غير سفر لأن السفر من مبيحات الجامع ومن غير مطر كذلك من مبيحات الجامع طبعا الجامع في المسجد ليس في البيت ولا مرض من مبيحات الجامع كذلك هذا سواء يعني المريض أكون في البيت هذا المرض يبيح له يبيح للمريض الجامع البيت والسفر خارج البلد كله والمطر يبيح للجماعة أن تجمع في المسجد وهنا كذلك إن شاء الله أتذكر وأتحدث عن هذه القضية قضية الجامع في المساجد أثناء المطر ولكن أقوله الآن باختصار شديد بعض الناس إذا مطرت الدنيا مطر قليل أقول تعالى نجمع نطبق السنة لا ليست هذه السنة لابد من فهم واقع الحال أيام النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم تكن هناك أسفالت زفت في الأرض ولا بطون ولا كونكريت يعني كلها تراب فإذا كان المطر شديدا أصبحت الطرقات كلها وحل كلها يعني يصعب المشي فيها ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه لم يكن مصقوفا فقط كان أوراق النخل الجريد يسمونها هذه لا تمنع مطرا ولا تمنع ماء والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال قبل معركة أحد قال رأيتني أو رأيت في المنام أنني أسود بين الماء والطين فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل المطر وهو في السجود فتحقق ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعني أن المسجد النبوي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له سقف يمنع المطر والطرقات كانت أمرها صعب جدا إذا نزل المطر خصوصا الشديد فأنه يمنع أما اليوم ما شاء الله الطرقات مزفتة ومنورة والناس تمشي إلى المساجد في السيارات وبعضهم يعتبرها فن يعني نوع من التسلية وينبسط أن يطلع في السيارة والمطر ينزل فهذا ليس من دواعي والله تعالى علم وليس هذا رأيي فقط إنما سماته كذلك من عدد من المولماء والمشايخ حفظ الله الجميع نتحدث الآن في آخر الخاطرة هذه عن بعض الحالات التي يجمع فيها الإنسان في الحضر إذا خرج الإنسان رجل أو امرأة إلى قضاء حاجة ما خرج يعني قبل الظهر وانشغل في مشواره هذا فوق إرادته إلى أن دخل وقت العصر ورجع إلى البيت كان دخل وقت العصر يصلي الظهر والعصر جمعاً ولا نقول قضاء ولا أداء يصلي الظهر والعصر وإذا الإنسان يعرف أنه ذاهب إلى محاضرات في الجامعة تتطلب منه وقتاً طويلاً وهو يعرف مسبقاً أنه إذا خرج بعد الظهر لن يعود إلى بعد المغرب فعندئذ نقول يصلي الظهر والعصر جمع تقديم لأنه يعرف سلفاً أنه ذاهب إلى محاضرات في الجامعة لا يعود إلا بعد المغرب وهذا الحرج غالباً يأتي في فصل الشتاء أكثر من الصيف لأنه النهار قصير جداً والمسافات والزمن بين الصلوات ضيقة جداً بخلاف وقت الصيف أما إذا إنسان يخرج في وقت الظهر ولا يعرف بالضبط متى سيعود احتمال يعود قبل العصر أو بعده فلا ينبغي أن يجمع العصر مع الظهر جمع تقديم لأنه ربما يرجع قبل وهنا في عندنا احتمال وعندنا احتياط فالاحتياط يسقط الاحتمال كما هو مقرر في القواعد الفقهية مسألة أخرى أو حالة أخرى ربما يخرج الإنسان قبل الظهر ماذا سيصلي قبل الظهر؟ لا جمع ولا يحزنون ما في شيء فعندما يعود أو عندما تعود الأخر إذا إن عادت في وقت الظهر صلته في وقته وإن عادت في وقت العصر صلته الظهر والعصر كذلك وخلاصة الكلام أن الإنسان لا يقدم على جمع التقديم إلا إذا عنده يقين أنه لا يعود إلا بعد هذا الوقت وهناك حالة أو صورة أن الإنسان قد يخرج في وقت الظهر ويذهب إلى محاضرات لا ينتهي منها إلا على وقت العشاء أو بعد العشاء فهنا لو قلنا له صلي العصر مع ظهر جمع التقديم نقول له تصلي المغرب مع الإنسان جمع تأخير عندما تعود ما في أشكالية ما في مشكلة هو يخرج بعد الظهر ويعرف أنه لا يعود إلا بعد الإنسان خصوصا مرة أخرى أقول خصوصا هذا قد تكون هذه حالة صعبة لا في وقت الشتاء ليست صعبة في فصل الشتاء واردة جدا فنقول له صلي الظهر والعصر جمع التقديم وعندما تعود أو عندما تعود الطالبة هذه إلى البيت تصلي المغرب والعشاء جمع تأخير هذا ما أحببت أن أوضحه في هذه الخاطرة وإذا بقي استفسار رجاء أرسل لي على الواتساب أو على الفيسبوك أو يوتيوب أو في أي وسيلة أخرى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته